بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آل وصحبه جمعين طلابنا العزاز سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم بإذن الله سيكون درسنا الثاني مع مادة الفيزياء الجزء الثاني وهو كتاب الميكانيكا وانتو تعرفوا نحن بدأنا بالفصل الرابع وهو قانون نيوتن الثالث وعلى بركة الله سنديروا استرجاع سريع للي درسنا في الحصة الأولى وبإذن الله سنتابع درسي طبعا المراجعة البسيطة يقول لك نحن نتذكر طلابنا العزاز قانون نيوتن الثالث ماذا؟ أول معلومة يتفاعل مع جسمين هذه أول معلومة أخدناها المعلومة الثانية أن الفعل ورد الفعل دائما متساويان في المقدار هذا شرط الأول شرط الثاني ومتعاكسة في الاتجاه إذن الباب كله يتكلم على عملية التفاعل مع جسمين أو أكثر يعني ثلاثة أجسام حاليا ستكون عندنا إن الشرط في الفعل ورد الفعل شرطين أساسيين ألا وهما متساويان في المقدار الفعل ورد الفعل ومتعاكسة في الاتجاه وهذا درسناه بتقريبا مستفاضة لكن مع هذا هناخد من تمارين كتابنا المدرسي تمارين أربعة A مثال يشرح لي بوضوح اللي اخدناه في الحساء السابقة مسبح للطيور يتكون من عمود خرساني وزنه ألف نيوتن عليه صحن وزنه 200 نيوتن كما هو موضح بالشكل يعني رسم لي العمود والصحن اذكر مقدار واتجاه القوة المبذولة بواسطة عندي ثلاث مطالين ألف العمود على الصحن با الصحن على العمود جيم الأرض على العمود هناخدوهم كل واحد على حدة نبدأ بمطلوب الأول هذا الصحن والعمود مسبح الطيور والعمود انت شن طالب قالي نبي العمود على الصحن كويس حسب ما عندي في الدرس السابق أن العمود سيرد على الصحن بR رد الفعل يساوي الفعل يبقى رد فعل العمود بساوي وزن الصحن وزن الصحن اللي هو الجسم العلوي الجسم العلوي وزنه حسب ما عندي في المعطيات 200 نيوتن إذن رد فعل العمود على الصحن هو 200 نيوتن أنت كتبت لي جملة مهمة قلت لي نبي مقدار واتجاه يعني مش مقدارها فقط لا أيضا لازم تحدد لي لاتجاه تلاحظوا من الرسمة أن R العمود اتجاه هو إلى أعلى يبقى إذن لازم نكتب R رد فعل العمود 200 نيوتن لأعلى هذا المطلوب الأول المطلوب الثاني قال لي نبي رد فعل الصحن على العمود يعني أنت زي مع عمود أترت علي بR أنا حرد عليك أيضا بR يبقى R رد فعل مني رد فعل يا طلابي الصحن على العمود يبقى رد فعل الصحن هل هو سيرد عليه بوزنه هو الصحن وإلا وزن العمود أكيد حيرد عليه بوزنه ألا وهو الصحن وزن الصحن هو 200 نيوتن يبقى أيضا رد فعل الصحن على العمود بيساوي وزن الصحن ولكن مع اختلاف الاتجاه لأن تعرفنا القوة كمية متجهة المقدارين هما 200 نيوتن 200 نيوتن للمقدارين لكن الاتجاه بالنسبة لي الحالة الأولى كان اتجاه القوة لأعلى الحالة الثانية اتجاه القوة لأسفل يبقى 200 نيوتن لأسفل إذا اللي حطوا الفارق ما بين الرسمتين الرسمة الأولى تدل على أن القوة التي يؤثر بها الصحن على العمود هي 200 نيوتن لأسفل بينما في الرسمة الأولى كان رد فعل العمود على الصحن هو أيضا وزن الصحن ولكن تجاه القوة إلى أعلى المطلوب الثالث رد فعل الأرض علي مني؟ قال لي على العمود يعني رد فعل على العمود نحن اتفقنا في درسنا السابق أن الأرض ترد على كل الأجسام الموضوعة عليها بماذا؟ بأوزانها يبقى رد فعل الأرض على العمود بساوي رد فعل الصحن على العمود ووزن العمود يعني القيمتين اللي هما آر الصحن ووزن العمود هما يساويان رد فعل الأرض عليهم يبقى إذن القاعدة تقول رد فعل الأرض على العمود هي وزن العمود وأيضا رد فعل الصحن على وهو دبلو العمود إذن وزن العمود ألف ووزن الصحن 200 يبقى المجموع هو 1200 نيوتن والاتجاه الأرض ترد عليهما إلى أعلى يبقى لاحظوا الثلاث مطاليب هما الفكرة العامة لهذا الباب رد فعل جسمين على بعضهما هو وزن العلوي بشرط أن يكون الجسمان تابتان بينما رد فعل الأرضية هي وزن الجسمين معا أي وزن العمود والصحن معا يبقى هذا هو تطبيق للدرس اللي خدينا نجونا للتطبيق الثالث احنا اخدينا القوة اللي هو القوة للصالة العمودية واخدينا قوة الاحتكاك في الفصل الدرس السابق هناخدوا قوة جاذبية السؤال المطروح القمر الصناعي يدور حول الأرض في مسار دائري من الذي جعل القمر يدور حول الأرض في مسار دائري يبقى أكيد في قوة أترت على القمر جعلته يدور في مسار دائري لأن القمر هو جسم عندما يسمى بالقصر الداتي يعني لو ما كانش في قوة ما تتعليه سيتحرك في خط مستقيم إذن الذي جعل القمر يدور حول الأرض هو قوة جذب الأرض للقمر يبقى القمر يدور حول الأرض بقوة الجاذبية الأرضية هذه أول معلومة اللي هي على قوة الجاذبية المعلومة الثانية هذه القوة لها مقدار حوالي 2 ضرب 10 20 نيوتن هي القوة التي تؤثر المؤترة على القمر بسبب الجاذبية حسب قانون نيوتن الثالث لكل فعل رد فعل هل القمر سيسكت؟ أكيدا مش هيسكت القمر طالما أنت يا أرض أترت عليها بقوة أيضا سأرد عليك بقوة بنأثر عليك بقوة مساوية في المقدار ومعاكسة أي أن القمر سيرد على الأرض بنفس الرقم 122 في 20 نيوتن ولكن نظرا لأن الكرة الأرضية كتلتها كبيرة صعب أنه يأثر عليها القمر ولكن مع هذا القمر لا يسكت سيؤثر على ماذا؟ على المحيطات المحيطات والبحار يحدث لها ما يسمى بالمدو الجزر المدو الجزر بسبب مني؟ بسبب قوة جذب القمر على الأرض قوة جذب القمر على الأرض تظهر على هيئة أمواج في البحار والمحيطات إذن من تطبيقات قانون نيوتن الثالث هي قوة جذبية التي تحدث بين الأقمار وبين المجرات في الحياة العامة سنأخذوا موضوع آخر هو مذكور في التمرين اللي هو المصعد هو تمرين واحد في الكتاب المدرسي نظراً لأنكم أنتوا درستوه في الصف الثاني حركة المصعد حركة المصعد عادةً في داخل المصعد دائماً يكون في وجود جخص أو أدوات حترفع عن طريق المصعد وبالتالي عند دراسة مصعد بداخله جسم له وزن ألا وهو الدبلو المصعد سيتحرك رأسياً الحركة الرأسية لا تعني إلى أعلى فقط أحياناً تكون لأعلى ولأسفل يبقى حنأخذ الآتي أولاً لإيجاد القوة التي يؤثر بها الجسم على الأرضية القوة التي يؤثر بها هذا الرجل على أرضية المصعد يبقى عندي جسمين الجسم الأول هو المصعد والجسم الثاني هو الرجل يبقى حيكون هناك فعل ورد فعل يتناوب بينهما ولكن يجب أن نعرف المصعد إلى أين سيتحرك رأسياً؟ أول حالة حتكون الحركة المصعد صاعدة لأعلى بعجلة مقدارها اي متر على سكن تربية إذن وين حركة المصعد يا طلابنا؟ إلى أعلى بعجلة نحن متفقين من دراستنا للباب الأول والثاني والثالث هناك معادلات للحركة يبقى لابد من أني نكتب المعادلة بيطلابي العزاء كيف نعرف طريقة كتابة معادلتي؟ المعادلة أول حاجة بنركز على اتجاه الحركة اتجاه الحركة لأعلى هناك قوتان مؤترتان وزن الرجل لأسفل وآر المصعد لأعلى قوتين إحداهما مع اتجاه الحركة والأخرى عكس اتجاه الحركة إذن عند كتابة المعادلات في الميكانيكا يا طلاب الأعزاء هي الأساس التركيز على القوة اللي مع الحركة هو آر يبقى نبدأ به واللي عكس الحركة هي دابل يوري الرجل يبقى عكسها الإشارة عن سالبة إذن لما نكتب المعادلة بنقول آر ناقص دابل يور تساوي ام اي السؤال المطروح عرفنا الآر ناقص دابل يور لماذا؟ لأن القوتين إحداهما مع العجلة اللي هي آر والدابل عكس الآر لكن من الآي؟ الآي هي كتلة الرجل الذي داخل هذا المصعد أو كتلة الجسم اللي موضوع داخل المصعد لأن المصعد أيضا له كتلة وبالتالي في هذه الحالة المصعد لا يعتبر لتأثير لأن اتفقنا رد فعل السفلي على العلوي يساوي وزن العلوي إذن الإيه هادي اللي موجودة في المعادلة هي وزن الرجل داخل المصعد ما هي المطلوب الثاني؟ بل لو كان المصعد يتحرك إلى أسفل إلى أسفل يعني هابطا بعجلة مقدارها ايه؟ آه يبقى الحركة إلى أسفل تغيرت الاتجاهات أصبح الذي مع الايه هو الدبلو واللي عكس الايه هي الار إذن عند كتابة المعادلة هتكون دبلو الناجس ار تساوي ام ايه يبقى حدث التغيير في المعادلة لأن الحركة أصبحت لأسفل إذن اللي مع الايه هي الدبلو واللي عكس الايه هي الار تساوي ام ايه مطلوب ثالث إذا كان المصعد ساكن أو يتحرك بسرعة منتضمة الكلمة ساكن وسرعة منتضمة مرت عليها بكثرة في الفصل الأول تحليل القوة والفصل الثاني الاحتكاك أي جسم يكون ساكن أو يتحرك بسرعة منتضمة ما تفقين العجلة تساوي سفر عجلته تساوي سفر وبالتالي إذن الايه تساوي سفر لأنك انت قلت لي جملة إن المصعد ساكن ويتحرك بسرعة منتضمة الكلمتين هادهما يا تخليني نعرف إن الايه تساوي سفر إذن عند كتابة المعادلة طالما الايه تساوي سفر إذن ار ستساوي ده بالوعلي طول يعني لو حركتها إلى أعلى أو إلى أسفل أو بقى ساكنا لو حركنا لأعلى أو إلى أسفل بسرعة منتضمة أو بقى ساكنا الايه في كل المعادلتين ستساوي سفر وبالتالي الطرف الاي من المعادلة حيساوي سفر إذن الار في كل الحالتين هتساوي قيمة ال W هذه حركة المصعد لأعلى والله لأسفل بعجلة منتضمة أو إذا كان ساكنا أو يتحرك بسرعة منتضمة أيضا هناك أيضا في حركة المصاعد دخول الشد الشد اللي موجود في المصعد يبقى دخل عليه موضوع قوة أخرى ليشد والشد اتجاه إلى أعلى سواء كان المصعد هابطا أو صاعدا الخيط أو السلسلة التي يتحرك بها المصعد اتجاهها يكون إلى الأعلى يبقى هنكتب المعادلات من نوع جديد انت شون طالب المرة هذي قالي غيرت شوية قالي نبي الشد في الخيط في المصعد آه بيأمت قالي نبي إذا كان صاعدا نرجع لرسمتي تاني الحركة لأعلى أصبح لدي ثلاثة قوة القوة الأولى الشد لأعلى وزن الرجل لأسفل والمصعد إلى أسفل أيضا المصعد دخل بوزنه في هذه الحالة إذن الحركة لأعلى اللي معه الحركة هو الشد واللي عكس الحركة هي وزن المصعد ووزن الرجل فعند كتابة المعادلة الذي معه هي تي واللي عكسها إشارة سالبة هي مجموع وزن المصعد ووزن الرجل يبقى تي ناقص دابل واحد زي دابل واثنين الدابل واحد هي وزن الرجل مثلا ودابل واثنين هي وزن المصعد أي أن دابلو هي تمثل وزن المصعد والرجل تساوي الكتلة في الموضوع الأول كانت كانت كتلة الرجل فقط المرة هذه لابد من جمع الكتلتين كتلة الرجل وكتلة المصعد إذن M1 زي ديمتنين هي كتلة الرجل والمصعد معا الموضوع الذي يليه لو أنت حركتك كانت هابطة أي المصعد كان يتحرك الأسفل التغيير الذي سيحدث من الذي سيكون مع الأي؟ هل هي التي أم وزن الرجل والمصعد الذي مع الأي يا طلابي هو وزن المصعد والرجل بينما الشد عكس الأي إذن عند كتابة المعادلة ستتغير الموازين دابل واحد زي دابل واثنين هي مع الأي بينما الشد عكسه يبقى إشارتها سالبة ناقص تي تساوي نفس الحالة السابقة مجموعة الكتلتين في أي به لو غيرت رأيه وطلبت المصعد ساكن أو يتحرك بسرعة من تضمة إذن كلمة ساكن وسرعة من تضمة من الذي سيساوي سفر هي الأي إذن الطرف الأيسر في كل المعادلتين حيساوي سفر وبالتالي المطلوب حيتغير طالما الأي تساوي سفر إذن الشد حيتزن حيتزن لأن الاتزان يعني المحصلة تساوي سفر وبالتالي العجلة تساوي سفر إذن حتتزن قيمة الشد مع وزن المصعد ووزن الرجل إذن تصبح تي تساوي دابل واحد زي دابل اثنين إذن طلابي العزاء عندي ثلاثة حالات لحركة المصعد في وجود الشد هي حركة لأعلى هابطا أو ساكنا ويتحرك بسرعة من تضمة وتلاحظوا الفرق ما بين الحالة الأولى السابقة والحالة الحالية إن في الحالة الأولى لا يوجد شد بينما في هذه الحالة سيدخل الشد في الموضوع سنأخذ مثال يقف رجل كتلته 60 كيلو جرام داخل المصعد صاعدا إلى أعلى إذن الحركة صعود بسرعة منتظمة ركزوا يا طلابي بسرعة منتظمة فإن القوة التي تبدل بواسطة الرجل على أرضية المصعد تساوي طبعا هنحاول إنين حط الخيارات اللي انت كاتبوا لي قال لي هل تكون 60 نيوتن أو 6 نيوتن أو 600 نيوتن أو 0 أنت عطيتني خيارات يعني حطيتني في المحك رسمتي الحركة صاعدا إلى أعلى الرجل وزنه لأسفل ورد الفعل حيكون لأعلى إذن رد الفعل لأعلى يبقى حندير حساباتي منه جديد تذكر يا طالبي ويا طالبتي الأعزاء الذين يبحثون عن التفوق وعلى الامتياز أن الأي تساوي 0 عندما واحد الجسم ساكن وعلى وشك الحركة أو على وشك الحركة الجسم يتحرك بسرعة منطضمة وهي الكلمة الموجودة في المسألة الجسم يتحرك بسرعة قصوى أيضا الأي تساوي 0 يتحرك بسرعة نهائية أيضا الأي تساوي 0 أربع كلمات يا طلابي الأعزاء أذكركم بيها في أي مسألة في الميكانيكا تتواجد الأي تساوي 0 جسم على وشك الحركة الجسم ساكن يتحرك بسرعة منطضمة بسرعة قصوى بسرعة نهاية إذن من أحد هذه الكلمات كانت المسألة فيها سرعة منطضمة إذن الأي تساوي 0 وعرفنا السبب يبقى المعادلة رد فعل الرجل على الأرضية هي وزنه يبقى آر الرجل تساوي وزن الرجل وزن الرجل أعطاني الكتلة ونحن نعرف أن الوزن عبارة عن الكتلة في العجلة الكتلة 60 مادة ركز 60 كيلو جرام كويس لأن لو كانت كتلة الرجل فيها خدعة حطها لي بالجرام أو بالطن مثلا أو جسم من غير الرجل يكون الجسم متحرك حاوية مثلا تكون بالطن يبقى في هذه الحالة تحتاج إلى تحويل فلابد من التركيز على وحدات القياس إذن الرجل كتلة 60 كيلو جرام العجلة الجاذبية 10 يبقى 60 في العشرة ب600 إذن آر الرجل هي 600 نيوتن وهذا المثال المسألة اللي موجودة في كتابنا المدرسي ناخد مسألة أخرى فيها اختلاف في المعطيات والمطلوب قال ليه بطرج كتلته أم يبقى تلاحظوا كانت قبل شوية 60 كيلو جرام أصبحت مجهولة في مسعد الحاجة الثانية المسعد في المسألة السابقة كان صاعدا المرة هذه يتحرك إلى أسفل إذن ما الفكرة؟ الفكرة هي التغيير في المعطيات وليس المفهوم المرة السابقة يتحرك بسرعة منتضمة يعني الإيه كانت سفر السؤال المثال هذا أعطاني عجلة 2 من 10 ماذا؟ في حاجة مكتوبة في جنب الرقم 2 من 10 2 من 10 ماهيش جرام لماذا؟ لأننا نحن نعرف وحدة قياس العجلة هي مثل على سكن تربيع يبقى جيني أنت كاتبها هذه خدعة منك أي أن عجلة المسعد هي 2 من 10 من عجلة الجاذبية الأرضية يعني أنت عاطيني فكرة شوية غريبة شوية أنت جيب اشتخدعني بها لكن أنا متأكد كطالب كطالبة مركز عليه المعطيات اللي عندي 2 من 10 جي هي ليست جرام ولكن هي جيب جاذبية القوة التي تبدل بواسطة مادة الرجل على الأرضية لحط المطلوب هو هو لكن التغيير في المعطيات أعطاني خيارات الخيار الأول 8 من 10 M G يعني خاش فيها ال M المجهولة هدية M و G هي موجودة في A الخيار الثاني 2 من 10 M بدون G الخيار الثالث 2 من 10 M G وهكذا أنية طلاب الأعزاء ننصحكم نصيحة لا يتم التركيز على الخيارات يتم التركيز على الحل أنت شن أعطيتني قال لي أعطيتك المصعد المصعد هذا فيه رجل الرجل أعطيتني كوتل تمجهولة وكانت حركة المصعد إلى أسفل وطالب مني رد فعل المصعد أو رد فعل الرجل على المصعد إياه في كل الحالتين بنفس المعنى خياراتي بنحط معطياتي تفقنا ماذا كتابة المعادلة على ماذا نعتمد على كتابة المعادلة ننتظر على الأي مشكورين يا طلابي الأي هي التي تحدد معادلة الحركة الأي لأسفل من من هذه القوة مع الأي مصبوط هي وزن الرجل من عكس الأي هي الأر إذا المعادلة دبلو الرجل ناقص أر تساوي ما تعويضي الدبلو هي أم جي وإنت اللي ما أعطيتها ليش ما خليها أم جي برضو أم أي الحركة اللي درتها ماذا إنه طلعت الأر المطلوبة خارجا وجبت الأم أي في الداخل أصبحت أم أي اللي كانت موجبة سالبة و أر اللي كانت سالبة أصبحت موجبة لأن هذا المجهول المتاعي إذا ما نعلموا فينا يقولون يا طالبي دائما لكي تظهر بنتيجة معادلتك صحيحة دائما يكون المجهول في طرف والأرقام في طرف أخرى يبقى إذا مجهول أهار طلعت دخلت الأرقام اللي موجودة عندي نكمل حساباتي الميكانيكا طلعت أصبحت تحدي رياضي أم جي كما هي أم نزلت شا ندرت وحطيت الرقم اللي انتعطيته لي 2 من 10 جي تساوي أر يعني بساطة جدا نحيت العجلة وعوضتها بالرقم اللي انتعطيته لي التحدي اللي دي يليه رياضيا حساباتي مرافق الأم أو عامل الأم هو واحد في الرياضيات و 2 من 10 يبقى الرقم 1 صحيح لما نطرح مننا الرقم 2 من 10 حيبقى المتبقي 8 من 10 ولكن الام و جي قاعدين زي ما هم الام و جي قاعدين ما جاين طبعا انه وفكرت العود بالجي قيمتها 10 لاحظت انه هنا ما فيش انه كاتب جي يبقى ايدا الاجابة تبقى بالجي زي ما انت حاطلي في الخيارات في الامتحان الرقم بعد ما نوصل للمعادلة شن هي الخيارات الصحيحة ر تساوي 8 من 10 مجي ايدا 8 من 10 مجي يبقى الخيار الصحيح هو الخيار الف حظي كويس انه كان خياري الف هو الخيار الصحيح نجو لي موضوع اخر متغير تماما انا وهو الجزء التاني احنا اخدينا في كل المسائل السابقة وكل المواضيع السابقة كان التفاعل ما بين الجسمين كان تفاعل مباشر لو تتذكروا ما بين الجواد والفارس ما بين العربة والابريق ما بين اللي قبل شوية الجسم اللي موجود او الرجل اللي موجود داخل المسعد كان فيه اتصال مباشر تغير الوضع ماهل لو كان عندي جسمين ونب ندير تفاعل مبناتهم اكيد لازم تكون عندي اداة للتواصل هذه الاداة تتمتل في الخيوط في حبال في سلاسل في كابلات في قطبان اي لكي نربط او نجعل الجسمين بينهم التفاعل لابد من وجود اداة من هذه الادوات الخمسة يبقى اداة الربط هتكون في قانون نيوتن التالت اداة الربط التفاعل ما بين الجسمين نحتاج الاداة بين الجسمين وتتمتل في هذه الخمسة الخيوط والحبال والسلاسل والكابلات والقطبان هنبدو بما تحدثه الخيوط على الاجسام وحدة وحدة الموضوع خش بقوة اكتر شوية من السابق كان تفاعل بسيط هيدخل فيه التفاعل قوي هندرس حالة الاتزان في الخيط هيكون عندي الصور التالية البداية اذا كان لدينا خيط وتم ربط احد طرفيه بخطاف تعرفوا الخطاف يا طلابي اللي هو المخطاف احنا نقولولها المخطاف اللي هو بلغة العربية نقولولها خطاف والطرف الاخر امسكته بايدي يبقى الطرف الاخر ماذا؟ امسكته بايدي اذا الخطاف هو جسم واليد هي جسم اخر اذا هما جسمان الجسمان هدوماية كانت فيه اداة بين الجسمين اللي هي الخيط باي الخطاف بدل قوة على الخيط اتجاهها للخارج اليد ايضا بدلت قوة اتجاهها للخارج هدوماية اثنين يعتبروا فعل في قانون نيوتن الثالث الخطاف دار فعل واليد دار فعل باي الخيط بيسكت بالتأكيد لا لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومعاكس لي في اتجاه يبقى الخيط سيبدو القوة على الخطاف اتجاهها للداخل وايضا قوة على اليد اتجاهها للداخل اذا رد فعل الخيط عليهم بقوة اتجاهها الى الداخل يبقى العالم نيوتن دار قاعدة يبدو للخيط الخفيف قوة على الاجسام المتصلة وهي الخطاف واليد متساوية المقدار عند طرفيه وهذه القوة في اتجاه الخيط ومترجع لداخله ويسمى مقدار هذه القوة بالشد في هذا الخيط ولنلقاء يا طلاب العزام لانا انتهت الحصة لنلقاء في درسنا القادم لاستكمال هذا الموضوع المهم جدا في مادة الميكانيكا ترجمة نانسي قنقر